اشتركوا في القناة النووي في الضبعة واخر تطورات الاعمال في المفاعل والرئيس بيتابع رغم كل الضغوط الاقتصادية المتاحة على ارض مصر حاليا بيتابع كل خطوات المخطط الاستراتيجي للتنمية على ارض مصر وكل ما يساعد على التنمية والاقتصاد ومساعدة الاقتصاد المصر كمان احنا كبرنامج حوار والسسمار شايفين خطوات الدولة اللي بتعملها في مواجهة فيروس كورونا ورغم ده بنطالب الدولة انها تستمر في اعمالها ناحية التنمية ومساعدة الاقتصاد المصري للوقوف امام الازمة وبنطالب الحكومة وسيادة الرئيس باستمرار موقفهم من المباني المخالفة ومن جميع المخالفات التي تحدث على ارض مصر لازم الدولة تستمر في قوتها والناس تستعرف ان احنا في دولة وفي مؤسسة قوية بتحكم الاقتصاد المصري ما ينفعش يبقى في عندنا في ظل التنمية والسسمار اللي بتعمل في البلد وفي ظل المشروعات القومية يبقى في مخالفات مباني مباني بتتبني بشكل مخالف مباني بتتبني على اراضي زراعية ما زالت حتى الان لازم الدولة تستمر في مكافحة هذه التصرفات التي تقوم باعمال ضد الاقتصاد المصري لازم الدولة تستمر في مقاومة المباني المخالفة في العشوائية وفي استمرار المباني على الاراضي الزراعية بنطالب الدولة وبنطالب الرئيس باستمرار الوقوف امام هذه الاعمال الضارة بالمكتبع المصري والاقتصاد المصري بمناسبة الاراضي الزراعية حنتكلم النهاردة معاك وعن التنمية في المشروعات الزراعية الجديدة على ارض مصر وتخدير الصحراء وتحويلها الى اماكن منتجة حيكون معانا ومعاكو النهاردة المهندس عاد الزيدان رئيس جمعية مستثمر مليون وصف الدان وعضو مجلس ادارة بشركة فلاحين مصر ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات ايفرولند مساء الخير عبدالبي مساء الخير عليك عبدالس براهيم مساء الخير على السادة المشاهدين كل سلام حارك طيب والحمد لله سلامتك بعد الوعقة الصحية ربنا يبرك حارك الحمد لله ربنا يبرك حرد في البداية عايزين نعرف حارك طبعا يعني من قد من الناس اللي بيشتغلوا فيه التطوير والتنمية الزراعية في مصر عايزين نعرف منك دور التنمية الزراعية انها ازاي تعمل مجتمع متكامل مش مجرد ان احنا نتصصح قطعة ارض وتطلع منطق زراعي ازاي ده يتحول لانه يبقى مجتمع متكامل ناس تعيش تاكل وتشرب وتدرس وتتعلم وبيوت جديدة ازاي تعمل تنمية من خلال استصحة الارض الزراعية الاول بس انا عايز استأذن حضرتك في ان انا يعني اوجه رسالة هنا لأهلي قريتي في قريت ببان ويعني بخصوص ان احنا عندنا كم حالة كده اصابه فيروس كورونا فيعني بلدنا ان شاء الله بإذن الله بيبان بلد محترمة وفيها ناس كويسة وناس محترمة وان شاء الله يشدوا على ازر من ازر بعضهم وان شاء الله الازمة دي هتعدي وبنتي بقى احسن من كده بإذن الله ويبعزي الحالة اللي توفت النهر ده وبعزي اهلها البقاء لله ربنا سحنا تعالى يجعلها من الشهداء ويتغمدها برحمته وعزي كل اهل قريتي في المصاب الجلل ده والشهيدة ان شاء الله بأمر ربها بإذن ربنا يكرمها وبشد على ازر كل الناس اللي اصابت وبقولهم ان شاء الله انتوا ادي ده وحتعدوا من الفيروس ان شاء الله وربنا يتميش فاكم بإذن الله فدحق بلدي عليها لازم ادي بس في البداية اما بالنسبة للسؤال سعدتك اللي هو احداك دور التنمية الزراعية في اقامة مجتمعات كلنا طبعا متابع رؤية الدولة في التنمية المستعدامة اللي هي رؤية عشرين تلاتين وكلنا متابع المشروع اللي جنون مستفدان اللي اطلقه سيادة الرئيس وكلنا برضو متابع قانون 144 لسنة 2017 اللي اصدره سيادة الرئيس علشان خاطر يعني يعني يسهل على الناس امتلاك الاراضي بهدف زراعتها ويقلل او يحد من البروقراطية اللي موجودة في الدولة في انهاء اجراءات التملك فيمكن ده كان الهدف من الطرق اللي اتعملت عشان توصل للمشروعات دي كلها او شبكة الطرق اللي اتعملت وعملتها الدولة والهدف هو اقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الاراضي اللي يتم استصلاحها في المرحلة المقبلة واللي تم استصلاحها بالفعل دور الترمية زراعية الحقيقة في اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة طبعا لها دور كبير جدا كلنا نعرف ان الناس بتتجمع على فيه اماكن وجود المية يعني سواء كانت عبار او كانت انهار لما نيجي نبص احنا على نهر النيل احنا مصريين كلهم اتجمعوا على ضفاف نهر النيل وقامة الحضارة المصرية على اماكن وجود المية في نهر النيل زمان كانت الناس كلها بتتجمع على اماكن وجود الابار اللي هي بالتالي بتنتج المية فطبعا قضية سلاح الاراضي دلوقتي قضية زات اولوية متقدمة جدا بقيت مهمة جدا بقى مهمة عندنا جدا نحن نوفر غزائنا فمكان وجود الابار والمنتجة للمياه ومكان وجود الانهار بتتجمع عليه المجتمعات بتقوم عليه المجتمعات الزرعية اللي هي الناس بتخدر وتزرع بالتالي بعد ما الناس بتبدأ تزرع بتيجي بيجي دور الناس اللي هي بيتم توطين ناس الناس بتتوقع بتقدر الاثار هم بقى تيجوا بضبط بضبط فبالتالي المجتمعات اللي بتبقى أو الاراضي اللي بيتم استصلاحها دي بيتوفر فرص عمل للناس المستسبرين او الصغر المزلعين او شباب الخرجين او الفلاحين بالتالي لما بيزرعوا عرض فبيحتاجوا عيدة عاملة بتبقى فيه عيدة عاملة مؤقتة تبقى خبال حضرتك وعيدة عاملة مقيمة وعيدة عاملة يومي وبناء عليه بيتم الناس بعد كده تجيب أسرها وتبدأ تتوطن مكان أكل عشها أو مكان اللي بقى فيه توفير فرص عمل ومكان استثماراتها وزراعتها بتيجي ناس تانية أصحاب الحرف المختلفة بتيجي تبني بيجي البنة بيجي الحداد بيجي السباك بيجي اللي بيفتح محل مثلا مستلزمات زراعية مبيدات بالتالي كل الناس دي لما بتيجي تبدأ تتوطن في الأماكن اللي هي اتزارعت واخد لبن حضرتك الناس بتحتاج بيوت تقعد فيها فبالتالي بتنشأ مجتمعات عمرانية عمل مجتمعات الزراعية بخبال حضرتك كمان الزراعة اللي هي بتطلع دي اللي هي في إما بتروح بهدف التجارة يعيما وبتتصدر برا يعيما بتبقى بهدف الصناعة وبالتالي لو بقى في تصنيع زراعي فبالتالي احنا بنبقى بينشأ عندنا مجتمعات صناعية على الزراع على الزراع على الزراع في نفس المناطق في نفس المناطق تمام وبنان عليه التنمية الزراعية لها دور كبير جدا في إقامة مجتمع زراعي ثم يقام عليه مجتمع عمراني ثم يقام عليه مجتمع صناعي تأخذ برحة ذاتك فدور التنمية الزراعية أصبح في الوقت في الوقت الحالية اللي احنا بنعيشها وفي المستقبل هو دور رئيسي ومكون رئيسي للمجتمعات العمرانية والمجتمعات الصناعية وده بيقوم على الأراضي اللي تم استزراعها بالفعل وما وفرته من فرص عمل وما وفرته من منتجات معي حضرتك كمان الدولة في الوقت اللي احنا فيه بتعمل كل الخدمات من طرق وكهرباء ومحطات صرفه وطاقة شمسية وغيره على أساس ان الناس تستوطن هذه الايه تعيش وتتعايش ويمكن الرئيس لما سئل قالوله يعني ليس حتى خليت مشروع مليون ونصف الدان في مناطق بعيدة شوي عن القائرة وبعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان قال لك احنا محتاجين الناس تروح تستوطن مش محتاجين نعمل مجتمعات قريبة زراعية قريبة فالناس تروح وتيجي كل يوم او كل اسبوع انا عايز اوطى الناس عايز عمر الصحر دي بالتوطين وانشأ ان يكون فيه نسيج مجتمعي جديد يجمع ما بين ابن البدية المقيم وما بين ابن الريف الوافد وما بين ابن الحضر اخذ لبال حضرتك وينشي نسيج مجتمع جديد مكون من وانسين زراعيين ودكات ربيطريين وعمالة مؤقتة وفنية وعمالة فنية ومستثمرين وصغر مستثمرين وصغر مزارعين وخشاف كارجين وفلاحين اخذ لبال حضرتك وبنان عليه التنمية الزراعية لها دور كبير جدا 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 في اقامة المجتمعات العمرانية القروية الجديدة وبيقوم عليها بعد كده يعني لو انشأنا مجموعة قرى اكيد حيقوم يقوم على هذه على مجموعة القرى دي قرى مركزية يقوم عليها ملاكز او مدينة مركزية جديدة القرى دي واخد بغي يتعمل فيها وده اللي بتعمله شركة الريف المصري حاليا في منطية الخدمات اللي موجودة في منطية المغرى بعد مد الطريق اللي بيحصل حاليا وده اللي بتعمل في غرب غرب المينيا حاليا منطية خدمات فيها محطة التعليق يمكن شرفنا باننا احنا نكون اول شركة في منطية غرب غرب المينيا تعمل محطة تحليق مية علشان خاطر المقيمين هناك اقمتوها فعلا اه محطة تحليق مية وعملناها محطة شرب علشان خاطر بفضل الله تخدم المشروع تخدم المشروع وبيتعامل هناك وحدة صحية وبيتعامل مكان لإسم الشرطة وبيتعامل مكان للمحلات طراحتها شركة تريف المصري حاليا في منطية المغرة ومنطية المينيا غرب غرب المينيا عشان خاطر الناس تاخد قطع عراضة تعمل محلات تعمل شوادر واماكن لفارز المنتجات تعمل بيوت كل ده حاليا بيتم اذا التنمية الزراعية هي اللي بتنشئ ده لو شفنا من تلاتين سنة ومن اربعين سنة الاراضي اللي تم استصلحها كانوا وقت ده بيقولوا عليها منطقة جديدة اللي هي منطقة النبرية النبرية تعم وده كان مشروع عمله الرئيس انور السادات اللي ارحمه النهاردة حضرتك تشوف مدينة النجاح بتشوف مدينة مركز بدر بتشوف مدينة البستان بتشوف قرى نجيب محفوظ بتشوف قرى الشعراوي قرى جديدة جديدة باعت فيها باعت مأهولة بالسكان دلوقتي وفيها باعت اصبحت قرى تجارية وزراعية وصناعية في المقام الاول اذا التنمية الزراعية لها دور في انشاء القرى الجديدة القديمة دي كلها بالاضافة لقرى الخرجين القديم طيب احنا كنا طبعا شرفنا كبرنامج حوار والستثمار بزيارة احد الشركات الجديدة اللي انتوا قمتوا بانشاءها وهي شركة مشروع مزارع في اللحين مصر وانتقلت كاميرا البرنامج وصورت في المشروع من الداخل وشفنا حجم الاستثمارات اللي محطوطة هناك والشكل البنية اللي بتتعامل وشكل الزراعات اللي بتقام حاجة يعني صراحة ما شاء الله يعني تدعو للتفاؤل وتوري رؤية جديدة كنت عايز اسألك يعني يعني حريك اصلا رئيس مجموعة شركات افرولاند وكذا مجموعة تانية للمشروعات الزراعية والصحر الاراضي بس شركة فلاحين مصر انا شايف حريك يعني لها فكرة مختلفة في انشاءها واهدافها اللي هي بتشتغل عليها فعايز اعرف منك ايه الاختلاف اللي فيها والله هو الاختلاف اللي فيها اولا اول حاجة مختلفة فيها هو اسم فلاحين مصر تماما انا فلاح يعني مهما اعدت في القاهرة وغيرنا كتير وحضرتك وغيرك مهما كان مهما اشتغلنا في مشروعات اخرى ومهما اعدنا هنا واعدنا في مجتمعات جديدة حضرية ما فيش حد فينا ملوش جزور رفعية تماما الحمد لله انا يمكن يعني ملتشق ببا او هديس العهد بالمدنية هنا فانا اللي هي في القاهرة حوالي 13 او 14 سنة او 15 سنة اه مازلت بنزل بلدنا يعني يوم ما ببعد اوي ببقى كل شهر اصريتي ولادي عايشين في البلد في القارية اه مازال حد في القارية وفلاح والديتي رب تمنزل فلاحة فكوني ان انا انا بفتخر ان انا فلاح فلما اتواجدت المجموعة دي الحقيقة تعيشنا في حاجة اسمها نقابة الفلاحين او النقابة العامة للفلاحين اللي هي طبعا فيه كذا نقابة اكيد حضرك عارف ولكن احنا رحنا على النقابة اللي هي يمكن من وجهة نظرنا كانت اكتر نقابة لها ضر في الشارع وهي كانت نقابة الحج محمد العقاري واجتماعنا مجموعة كبيرة فيها وعرفنا بعض فينا ناس من الحج حسن عبدالوهاب ده من ضنيات وده الامين العام في النقابة وفيها الحج صدق الحريف وده نائب رئيس مجلس الاعلى للفلاحين فيها الحج محمد الاحمد العباسي ده نائب نقيب الفلاحين فيها الحج صبري الشفعي وده نقيب فلاحين كوم حماداء اللي احنا منها وقايم بين العمال نقيب فلاحين البحيرة فيها الحج ناصر عطريس من مستشار اللاجنة الاقتصادية في النقابة فيها اللي هو هاني عبدالحكم ده كمنصق علاقات حكومية فيها سيادة اللي هو سامي حمودة طبعا هو كانس كرترا عن محافظة دميات سابقا ورجل يعني راجل فلاح من الغربية وعرف ايمة الفلاحة كويس فيها الأستاذ يوسري توضلوس راجل من فلاحين المينيا رغم ان هو مدرس هنا بقى لفتر من ثلاثين سنة فيها سيادة اللي هو اشرف بيدا راجل من عندنا من البحراء فلاح برضو منكم حماداء فيها خالي الحج محمد طحى وولاده برضو ده فلاح فاكتمعنا كلنا كمجموعة كان بنا زيارات شخصية وبقى فيه بنا علاقة شخصية قبل اي حاجة والعلاقة الشخصية دي والعلاقة الصداقة والمحبة اللي جمعتنا عليها النقابة خلتنا اصحاب هدف احنا النهاردة بنطالب الدولة بان هي تعمل نقابة مهنية للفلاح لكن احنا كفلاحين شايفين ان احنا كفلاحين الى الان يعني لم تكن هناك نقابة وان لم يوجه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسو او الرئيس يمتصل للفلاح دعوة للفلاحين انهم يشاركوا في اعداد الدستور في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسو ما كانش حد يعني نصر الفلاحين وعلى ما قدرت افتار رمضان دايما بيقى موجود ممثلين للفلاحين يعني هو مهتم بالباهالين اولاد الفلاحين هم اللي في الجيش وهم اللي في الشرطة هم اللي في القضاء هم المهندسين وهم الاطباء وهم الصيادلة وهم الباحثين وهم العلماء دول اولاد الفلاحين طب الفلاح مش هيبقى ليه دور بقى في التنمية الزراعية لازم يكون له دور بقى بشخصه حتى لو مسؤولات مجتمعية من خلال تنمية فاحنا الحقيقة اه قلنا ليه لا ما يبقاش لينا دور في ان احنا ننخش نساهم في مشروع مليون ونصف ده نخش نشتغل نخش نبدي فرص لشباب الفلاحين والصغر المزارعين كمان من خلال الشرك ان هم يشاركونا ويشتغلوا معانا ويكون كل واحد ليه عنده عنده مزرعة فاحنا قلنا احنا يمكن نكون ممثل ولو بسيط للفلاح بشكل فلاح بيستخدم الاسليب الحديثة في الزراعة بشكل شركة اسمها شركة مزارع فلاحين مصر فجمعنا بعض وعملنا للشركة دي فالحقيقة دي اكتر حاجة بالنسبة لي ومعايزة انها بتعبر عن الفلاحين صحيح مش بتعبر عن الفلاحين كلهم وده يعني لكن بتعبر عن هوانا كله فلاحي المجموعة كلها بتقول احنا اسمها مزارع فلاحين مصر فحاجة ان تبدأ حاجة جواك ويعيشها وحبيبها انك تكون فلاح زي ما رحت النقابة عشان اباكون من انضم للفلاحين ما صدقت اني لقيت ان فيه كيان بيقول احنا فلاحين ومجموعة بتقول احنا نقابة فلاحين فكنت معاهم كذلك فكرنا ان احنا نعمل الشركة دي عشان نبقى مجموعة فلاحين معظمهم كان في النقابة العامة الفلاحين فكيان ينبقى يعبر عننا او عن الهوى الفلاحي اللي جوانا يعبر عن حبنا لان احنا فلاحين يعبر عن ان احنا من حقنا ان احنا نساهم في مشروع تنمية في الدولة حق علينا وعلى كل الناس على فكرة انها تشارك في تنمية مصر في المرحلة اللي احنا فيها والدولة فاتحة درعاتها للناس كلها وبتقول يلا اشتغلوا تهم؟ فالفلاح يعني يمكن كان فترة كبيرة مهمش لكن احنا حبينا نقول ان الفلاح مش مهمش الفلاح بيشتغلوا والفلاحين يقدروا يعملوا شركة ويقدروا يشتغلوا زي ما بفيه نقابة مستقلة ونتمنى ان يبقى فيه نقابة مهنية فعشان كده هي شركة بمزاق خاص بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس اللي موجودين فيها وبرضو يعني انا انا شفت حاجة برضو لما جيت زورتوكو في المشروع اللي في الوادي ان اه هو هيبقى مجتمع زراعي بيقوم عليه مجموعة من الناس اللي جواها زي ما حريك بتقول جوا دمها النمو اللي ناشئ من الريف لكن هو هيبقى مجتمع حضري يعني يعني هيبقى خليط يعني الزراعة الجديدة او اللي انا شفته في اللي انتو بتخططوه هو خليط بين الحضر وبين القرية يعني بين الاثنين اللي هو مجتمع عريفي متكامل ولا هو مجتمع حضري هو بين الاثنين يعني حاجة وصل لها الطرق بشكل كويس فيها خدمات وبتعمل عليها مشاريع جديدة بتنمية بفكر جديد كمان والله يساعدتك بص حضرتك هو احنا قلنا من شوية دور التنمية الزراعية في انها تنشئ مجتمع زراعي ساكني صناعي جديد صح؟ تمام؟ طيب اكيد الزراعة هي اصل مصر اكيد الزراعة هي العنوض الفقري لمصر واكيد الزراعة هي الزراعة بيقوم عليها الصناعة وتقوم عليها التجارة طيب احنا حبينا من خلال شركة مزارع فلاحين مصر ان احنا نعمل نموذج ريفي متحضر يليق بفلاحين مصر الاول في اقرب منطقة فيها تنمية ودي انا شغال فاب علي 15 سنة هي منطقة ودي ناترون ودي قريبة للبحيرة قريبة في ظل طبعا شبكة الطرق الجديدة قريبة للبحيرة لانها في البحيرة قريبة للضميات قريبة للغربية قريبة حتى للفيوم قريبة حتى للمينيا قريبة للمنصورة وده اقرب ظهير صحراوي للدلت في الوقت الحالي فقلنا نعمل التجربة دي الاول هناك فاشتغلنا بهدف التصميع عملنا نموذج لانتاج الرمان بهدف التصميع وعملنا بفضل الله سبحانه وتعالى نموذج لانتاج الزتون بهدف التصميع وسعدتك شفت النموذجين اه شفت احنا عملنا كمان نواهل القرية بره على الطريق الدولي حوالي 15 فدان فيها محلات يتعامل لولاد الفلاحين وشاب الفلاحين اكيد طبعا الشركة قائمة على انها تحقق ربح ولكن كمان الشركة بتأدي دور مجتمعي بانها تحقق طموحات الفلاحين وابناء الفلاحين تمام وتشارك في التنمية معي حضرتك فعقولنا نعمل نموذج ده الاول فواد النترون اللي بعد كده ننقله في محافظة المينة ففي الاول عملنا نموذج القرية اللي هي كنواه مضيئة على الطريق الدولي تبعد عن مدينة ودن النترون 20 كيلو تبعد عن مدينة النبرية الجديدة 13 كيلو تبعد عن قرية الشجاع 8 كيلو تبعد عن قرية زند على الدولي على طول كانت قرية وليدة برضو من اكتر من عشر سنين النهاردة حوالي 5 كيلو تبعد عن جمعية ابناء الغربية 3 كيلو فهي على ناصية اسفلت العدالة اللي هو بيوصلني لطريق الضبعة اللي منه اوصل لسوق اكتوبر الخضر والفاكهة فقلنا نبقى دي منطقة مركزية اخدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا هناك فالمنطقة باستطلاح ما يقرب من 600 فدان في منطقة ودن نترون في المنطقة دي زي ما ساعدتك شفت بنعمل محطة انتاج حيواني على عشر فددين عمين عمبر للانتاج الدجيني يسعى 5000 كتكوت كبداية عملنا بداية مصنع بمشاركة احد القاطنين والمزرعين اللي موجودين هناك حاج عوض والحاج سامح مبروك جبالله مصنع للتخليل وان شاء الله فيه مصنع بيعمله سليم الجندي هناك او الشركة امريكانة لتصنيع زيت الزتون معي حضرتك وحنمضي ان شاء الله بروتكولات مع كذا مصنع لتصنيع زيت الزتون وبدأنا بالفعل عملنا زيته زيتون بهدف التصنيع وزرعنا رمان بهدف التصنيع وعملنا انتاج حيواني وانتاج دجيني ان شاء الله بنعمل حوض لزراعة او الاستزراع السماكي بنعمل برة محلات للشباب اللي عايز يعمل مستلزمات زرعية زي معرض شبكات الرية زي ما كحد يعرض محل مبيدات محل اسميدة وخلافه كمان لو حد عايز ياخد بيت على مساحة 300 متر بوجهة 111 متر بعمق 25 وعشرين 300 متر يقدر ياخد النموذج ده اللي هو نموذج قاروي ريفي زراعي منتج بهدف التصنيع ان شاء الله بننقله في مساحة 5000 فدان في المينيا بجوار جمعية تحية مصر وقبل مشروع المليون ونصف فدان وكذلك في مشروع الالف مليون ونصف فدان بمساحة ما بتقلش عن 3000 فدان عندنا منطقة مضيئة برضو على الطريق بره فبعني مزار أرض مزروعة رمان برضو بهدف التصنيع وفيها كعربة وفيها الكعربة فيها محاول كعربة وميه 300 جزء في المليون ده بنعمله هنا عملنا فوضي النترون عشان ننقله ليه كدور يعني بهدف خلق مجتمعات زراعية يقوم على مجتمعات عمرانية يقوم على مجتمعات صناعية جديدة وده هدف التنمية يبقى احنا بنشتغل في ضوء نظام بتشرعه لنا الدولة الدولية اللي بتقول ونركب قطار التنمية اللي بدأ من أول ما تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضح من البداية ان الزراعة هي العمود الفقر للباية وده كان ضرور نحنا طبعا بنتمنى لك التوفيق وربنا يكلل خطواتك بالنجاح وحنروح معاك ومع السادة المشاهدين لتصوير احنا عاملينه من جوة المزارع في ودي النترون ومع مجموعة من اعضاء مجلس ادارة شركة فلاحين مصر هنعرف برضو عن رؤيتهم وحنشوف على ارض الواقع شكل حاجات باللي منصورها هناك وان شاء الله على الحلقة الجاية كمان هنكمل بقية التصوير اللي صورها هناك نشوف برضو بقية الافكار الموجودة والحاجات اللي على ارض الواقع ويا رب دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله اشكر حضرتك طبعا ربنا يخليك اعزائي المشاهدين حنطلع فاصل ونكمل معاكو مع لقاءنا من داخل مزارع فلاحين مصر بوادي النترون اشتركوا في القناة حنشوف النهاردة معانا ومعاكو مجموعة من الضيوف اللي موجودين ومن اعضاء مجلس ادارة شركة فلاحين مصر حنشوف الناس ازاي الزرع والحياة الزراعية والاستثمار الزراعي لموهم وجمحهم مع بعض مع اختلاف اهتماماتهم واختلاف اماكنهم واختلاف الاهداف التي يبحثون عنها من استثلاح الارض الزراعية في البداية حيكون معانا ومعاكو سيادة الليوة اشرف البيهي حيعرفنا بمجال عمله الاصلي وايه سبب وجوده النهاردة في مزارع فلاحين مصر بساعة الخير يا سيادة الليوة شكرا يا فندم وسعيد بتواجودي النهاردة معاكم انا بصراحة ضعيت من قبل المهندس عادل زيدان علشان اشوف الصرح العملاق الصرح الزراع العملاق اللي موجود في ارض واضي المطرون الارض اللي كانت صفرة من اربع خمس سنين والنهاردة بسم الله ما شاء الله اللي شايفين حوالينا انا بس كنت عايز انوه عن حاجة احنا طول عمرنا كنا بنقول القوات المسلحة هي اللي سندت دولة او هي اللي بتدعم الدولة بكل ما ينقصها من المنتجات سواء زراعية او زراعية بالذات النهاردة بالانفتاح اللي تم وخطة التنمية اللي تمت على مستوى الدولة سيادة الرئيس عمل مليون ونصف فدان وقرر تملكهم للشباب للشركات للفلاحين النهاردة لما بصت انا لقي اراضي زي دي خارج المليون ونصف فدان وعملها شركة مزارع فلاحين مصر اتعامل القانون 144 من سنة 2017 علشان يقنن اراضي املاك الدولة ويملكها للشباب والمزارعين الجدين لما شوف انا شركة زي شركة مزارع فلاحي مصر وعملت الصرح العظيم العملاق ده هنا في واضي النطرون او في غرب الماني وانا بصراحة مش علشان الشركة علشان انا شايف الجدية في الموضوع انا ايه المشكلة بقى ان انا اسند الدولة الشباب اللي مش لاقي شغل الشباب الفلاحين اللي موجودين الفلاحين اللي اراضهم بدأت تتقلص من المباني والقطر الخرصانية اللي موجودة في الوادي ليه ما اطلعش بقى واستصلح اراضي في المليون ونصف فدان او عن طريق شركة مزارع فلاحي مصر اللي هي بتقولك تعالى اتملك الارض على طريقة القانون 144 اتملك بعقود رسمية وانا هستصلح لك لو ما عندكش امكانية استصلاح حديلك البزور حديلك المية حوصل لك الكهرباء حوصل لك مرافع حوصل لك عاملك طرق حسهل لك كل الامور ومش كده وبس انا هاخد المنتج بتاعك كمان عايز تعمله صناعي هعمله لك صناعي عايز تبيعه حبيعه لك عايز تسواه حسواه لك عايز تصدره حصدره لك يعني انا مش عارف يعني حنستنى اكتر من كده ايه الفواكه بجميع انواعها القامح الرمان الزتون الاراضي الصحراوية اللي انجح زراعة فيها الزتون او اسهل زراعة فيها الزتون الشركة بتقولك تعالى اتملك وانا هعمل لك كل حاجة وحسواه لك وبعلك بس تعالى انت امدي ايدك معايا واشتغل معايا وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه وانقل حياتك بقى من الوادي الدي للصحرا الواسعة اللي ان شاء الله الشعب المصر حيقدرها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح استيسي حنشوف برضو من ضمن الجامع اللي احنا فيه في مزارع فلاحين مصر الحج صدق الحريف عدو مجز دارة شركة فلاحين مصر ويمكن حنسأله سؤال مختلف شوية يعني يمكن الفلاحين في العادي بيزراعوا اراضي مش محتاجة استصلاح يعني انتوا في العادي بتزراعوا ارض زراعية بتبقى على الوادي الضيق واكيد زراعتها اسهل ومنتاجها اسرع وتقبلها للزراعات بشكل ما يصور اكتر المياه بالنسبة لها اسهل ووسائل الوصول لها اكيد اسهل فعايزين اسألك في البداية حالك ايه اللي خلاك تتشجع ان انت تدخل في استصلاح زراعي في ارض صحراوية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا سعيد جدا نهاردة بالصحبة الجميلة ديت في شركة فلاحي مصر وكل سنة انا طيبين بذبط شهر رمضان الفلاح طول عمره مطحون طول عمر الفلاح رجل بيقوم الساعة خمسة الصبح وبيروح الساعة ستة ولا سبعة مساء ومطحون وعيش في طحن مدى الحياة النهاردة في تطور النهاردة غير الاول النهاردة المهندس فلاح الدكتور فلاح الزابط فلاح في عقلية تانية وفي وعي تاني خالص غير زمان مساحة اللي كانت موجودة عندنا من ايام الفناعنا يمكن قعدت يمكن بنزرح في سبعة مليون فدان في الفترة اللي فاتت دي كلها النهاردة اتفتحت عملية الطرق شأت كل الصحرة ابتدى الوصول للصحرة سهل ابتدى امكانيات المية وامكانيات الزراعة سهلة فالنهاردة فيه فتاح جامد في الزراعة فاحنا المفروض نستغل الموقف ده بحيث ان الشباب بتاعنا يتطور مع الوقت ويشوف كمية الارض اللي في الصحرة دي بحيث ان احنا نقدر ننتج ونزود ونعمل للتصنيع الزراعي لان التصنيع الزراعي ده برضو مهم جدا هذا لو زرع انت كمية طماطن حتى حتعمل مصنع صلصة النهاردة حتعمل عندك زاتون حتعمل مصنع للزاتون يعني في تطور العقلي كمان مع الفلاحة ابتدى ان هو ينهض بالمستوى الشباب العصر بتاعنا فاحنا الفكرة اللي بأخوزها النهاردة بنفلاحي مصر ان احنا بنعمل عمل تطوري في الزراعة حيث ان مصر اصلا بلد زراعية والمفروض ان احنا نحافظ على القيمة دي لان العالم كله بصنا وخاصة في الفترة اللي فاتت دي وجي اجتمع معانا انا طبعا نائب رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية جي اجتمع معانا الرئيس في شهر تسعة في عيد الفلاح وابدى بانه هو عايز تبقى البلد فيها يعني الزخم الزراعي اللي هو المفروض يكون موجود يعني النهاردة بالنسبة للزراعة فتح الطرق ديت والكباري والشغل الطرق الجديدة دي دي سهلت جامد جدا على شق الصحراء وان احنا نقدر نوصل لها بسهولة الاول ما كنتش تقدر توصل للمكان اللي احنا عادين فيه دون قبل الاسفالته وقبل الطرق اللي تشقت دي فالنهاردة عندنا المجال واسع واحنا بنفكر في برضو في غرب المينيا والشركة واخدة برضو عدد كتير من الارض هناك عكتر بالخمس سلاف فدان فاحنا بنحاول ان احنا نستثمر وقتنا ونستثمر جهدينا كله في ان احنا ننضج وننهض بالبلد في مستوى الصراع حنشوف برضو معاكو ومعانا المهندس اسامة قابل عدو مجرس ادارة شركة فلاحين مصر حنسأله عن النهاردة في وجود مجتمعات زراعية جديدة تعمر الصحرة هل حيبقى من السهل وجود مجتمعات سكانية واقامة كاملة لناس في الاماكن دي يعني النهاردة الفلاحين لما كانوا عايشين في الريف كانوا بيبقوا بيوتهم واسرتهم وحياتهم ومدارسهم وكل حاجة في نفس المنطقة هل التنمية الزراعية في الصحرة النهاردة حتقدر انها تحقق ده وتخلي الناس تنجذب ان هي تعيش جوه المجتمعات الزراعية الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم اولا بتوجل بالشكر لحضرتك والستاذ الحضور والضيوف اول هم عشان خطر ده يتم ان يكون فيه مجتمعات سكانية جديدة لازم يكون فيه ارادة سياسية من الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتح السيسي من خلال ان احنا عندنا النهاردة شبكة طرق دي اتاحت ان يبقى فيه تواصل ما بين جميع محافظات مصر بعضها البعض انا النهاردة ما بعمل شبكة طرق وبعمل مجتمعات زراعية بيتخللها اماكن للخدمات العامة كاماكن خدمية لجميع المشروعات الزراعية وبقدر بعد كده اوفر اماكن داخل المجتمعات الزراعية دي اماكن تكون سكانية من خلال اقامة مدارس بيوت للناس تسكن من خلالها مستشفيات وحدات صحية فده بيسهل ان تخلق مجتمع خارج اطار منطقة الدلتا اللي هي بتشهد كسافة سكانية عالية للأسف فكل الناس متمركزين في الوقت الحالة حوالين الدلتا فعشان قطر النهاردة تيجوا تقول للناس تعالوا وزراعوا واشتغلوا هلوك طبعا عند اطفال عايزين نروح مدارس وعايزين نروح جماعات وعايزين علاج وعايزين 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 فإذا بيبقى ان اتجاه الدولة المصرية والإرادة السياسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تخفف من الضغوط القوية على منطقة تمركز السكان وكسافة السكانية عالية حوالين الدلتا ده هنقدر من خلاله ان احنا نقدر دون نرحب بالناس كلها ونفتح لهم أفاق جديدة ان يطلعوا من منطقة الدلتا ان هم يعمروا في الصحراء من خلال حاجات اللي الدولة ايه هتوفرها لها من خلال كل شيء قهربة ومية ووحدات صحية مستشفيات مدارس كل كافة الخدمات اللي كانوا بيلقوها في القرى بتاعتهم هيقدروا يلقوها في المجتمعات الزراعية الجديدة فهما هيرحبوا بحيث ان هما هيوسعوا الرزق بتاعهم ويبقى عندهم فرص للعمل وتقدر تستوعب كم شباب كتير عشان مشاهدة كلها عايزة يدعمنا تشتغل فاحنا الحمد لله بما ان مصر دولة شابة النهاردة ستين في المية من الدولة المصرية شباب فاحنا احنا اذا النهاردة نقدر نخلق حالة مجتمعية جديدة من حيث ان احنا النهاردة فيه تلات حاجات مبنين على بعض الزراعة بتقوم عليها الصناعة بيقوم عليها التجارة اذا الزراعة اصبحت النهاردة الاساس القو المتين اللي احنا مش هنقدر نبني ولا صناعة ولا تجارة الا من خلالها الا اذا كان الاساس بتاعنا قو متين شكرا لحضر الله قبرين بيه وحنشوف برضو مع بعض لقاء مع الحج صبري نقيب فلاحين كوم حمادة حنعرف منه النهاردة الوجود في الاماكن الصحراوية للفلاحين هل هيبقى سهل يعني انا وانا جاي في الطريق النهاردة لاحظت اكتر من حاجة اولا فيه اكتر من جامع عديت عليه في الطريق معنى كده ان المنطقة فيها شكل من اشكال العمران اللي بقاله فترة الحاجة التانية ان فيه اتنين من القديرة بوجودين برضو في نفس المنطقة فهل اماكن الدينية وجودها ده بيعمل جذب للمستثمرين وللمزارعين ان هما يبقى الوصول للمكان سهل وان الاعاشة هنا تبقى سهلة في ظل وجود اماكن دينية بتمثل شكل الحياة داخل المنطقة اولا بسم الله الرحمن الرحيم انا بنشكر حالتك ابراهيم بي وبنشكر اسرة البرنامج وبنشكر قناة الصحة والجمال على اتاحة الفرصة لها اللي انا نكون متواجد في وسط كوكبة من رجال الاقتصاد والاستثمار وطبعا رجال قاومات وهمات من قوات المسلحة واجهزة الدولة المختلفة ان انا نكون موجودين هنا وانا بصفة نقيب الفلاحين وانا بنتكلم عن الفلاح وانت حضرتك لما سألتنا عن دور العبادة وعن الجوامة وعن الهديرة وعن الكناسة اللي موجودة هنا فانت بتقول لي ان دا حيخلي بفيه جلب ولا مفيش بس انا حنقض ايه سؤال تاني حنسألك سؤال تاني ونروح بدماجك في حتة تانية انا بطبيعتي انا مولود في وسره في الفلاحين وفلاح ابن فلاح وشرف لي ان انا نكون فلاح ابن فلاح فطبعا على ضفاف النيل ضفاف النيل دا ارض تانية يعني التربة بتاعتها ارض تانية فارض تانية دي بتجهد الفلاح نفسه كان الاول زمان لو تبص في الاهرام كان احمد رجب لما كان يجيب الفلاح بمنديل وبسلة وهو دا الفلاح فده الفلاح اللي كان عايش على ضفاف نهر النيل اللي هو كان بيتعب في الارض السمرة الارض السمرة اصلا مشهدة جدا 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 والعمل فا مشهد جدا جدا فلما دينجي للناس من الارض السمرة الارض الصحراوية اللي انت بتتعامل هنا مع تقنيات حديثة ومع تنجيط ومع وسائل حديثة وتكنولوجية حديثة فانت بتريح اصلا الفلاح اللي هو طالع ينه في الارض السمرة فانت بتجيبه بتجعاده يعني انت الفلاح ماكس مما او بكتيره جدا جدا يفلح في مثلا 10-15-20 جراهات في الارض السمرة لكن الفلاح الواحد يفلح هنا في 10-15-20 فدان لوحده ليه؟ لأن النهاردة انت عامله مثلا راية تنجيت راية تنجيت ده الفدان مثلا بياخد ساعة يوميا هو بيعمل ايه؟ بيفتح المحبس وهو جاعد بيروي فعشان كده ما بيشهدش النهاردة لما انت بتيجي في شركة مزارح فلاحين مصر اللي هي ان شاء الله بعون الله بعون الله سبحانه وتعالى حتخلي مصر وحتخلي الفلاح يعرف يعنيه جيمة مصر لان مصر اذا ربنا سبحانه وتعالى محمها وحفظها في القرآن ومصر دولة زراعية بحكم القرآن هي اصلا دولة زراعية وربنا سبحانه وتعالى قال وامشوا في مناكبها وقولوا من رزق فانت ما بتمشي في اي مكان ربنا سبحانه وتعالى سخروا ليك فاكيد فيه رزق ربنا سبحانه وتعالى جاسمه لك انت النهاردة في ارض مزارح شركة فلاحين مصر الشركة دي شركة مسامة مصرية فيها عناصر قوية جدا عناصر اقتصادية وعناصر سياسية ناس خايفة على البلد وخايفة على الفلاح فعايزة تنهض بالفلاح من الى وانت بتاخد فترة التحول من الى دي من الارض السودة اللي هي على ضفاف الى الارض الصحراوية اللي انت جاعد النهاردة انا اقسم بالله العظيم ابراهيم بيساعد جدا جدا ان انا بنسجل برنامج على التلفزيون في وسط اللي انت شايفه دي دا ما كنتش تشوفه دا ما شفتش غرف الفياي في شركة مزارة فلاحين مصر لان الشركة دي شركة قوية قوية مش ورأس مالية قوية فيها رجال صادقين او صادقون على العمل على الاصرار على جلب الفلاح الصغير الفلاح دا اللي هو اخوي اخوك اللي مش لاجه شغل هناك النهاردة ابراهيم بيلا العيل بشتري توك توك بخمسين الف دنيا لا دا بخمسين الف دنيا جي اخدت اربح فلادين حيشتغل فيهم عنده المسجد وعنده دور العبادة وعنده وعنده انا كنت بنحلم حلم وان شاء الله الحلم دا بعون الله في شركة مزارة فلاحين مصر بيطبعا فيه عنصر قوي جدا 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 حج عادل زدان ربنا يحميه رجل عقلية مفكرة حقيقة 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 نحسبه على خير وانا نزكيه على الله فيه حلم انا نفسي نحججه لكن هو سبحان الله وتعالى برضو هو محججه وحنحججه بشركة مزارة فلاحين مصر القصة مش في انك انت هتزرع ايه القصة انه فيه ما بعد الزراع هتودي المنتج فيه انت النهاردة ايه لم تخلي البطاطس راحت في السوق وديني راحت في السوق لانك انت ما عندكش تصنيع انت النهاردة انت جعد في وسطة هوت بسم الله ماشاء الله شجر رومان انا النهاردة منبن عمل مصنع رومان وتعمل عصائر للرومان دي فانت عندك المصنع فانت بتاخد المنتج بتاكي بدخله مصنع لما انت النهاردة مصنع زتون على بعد اثنين كيلو جنب منك فيه مخالي لوقتي تعمل مصنع زتون فانت المنتج المنتج اللي انت هتطلعه من الارض فانت هتصنعه فانا بالناشد وبن نادي لكل اهلي وكل محافظة البحيرة وكل وسط الدلتة تعالم تعالم ان هنا استثمارك هنا بملاليم انت نهاردة زي ما قلت بتروح تشتري وتكتب خمسين الف دنيا تعال استثمت بفلوسك هنا وابن بيتك وليك هنا سكنك وينك ليك اسفالت انت نارض انت جادة اسفالت بينك وبين طنطة اللي يلغر بيه وسط الدلتة حوالي مية وعشرة كيلو مش الف كيلو وانا شاكر افضلكم وشاكر وجود معاكم وشاكر قناة الصحة جمال وشاكر مهندس سعادة الزدال لاتحاني فرصة وكل سنة وحادكم طيبين ابرامبي وحنشوف برضو معانا ومعاكم لقاء مع المهندس فارس مستشار الزراعات بشركة فلاحين مصر حنسأله سؤال والله انا اتبادر لزي ان يعني واحنا قاعدين كده اكيد زراعة الصحرة غير زراعة الاراضي التنية فهل في طريقة معينة في الزراعات بتستخدموها تعلي من انتاجات الاراضي الصحراوية ولا بتستخدمو طرق مختلفة بسم الله الرحمن الرحيم انا اشاري فينا اولا ان احنا نتكلم في الوقت الحاضر عن تطورات الزراعة ومجالتها العالم كله النهاردة بيتكلم عن الزراعات العضوية لما لها من تأثير على صحة الانسان وتقويت الجهاز المناعي في ظل القورونا كل العالم بيتكلم الرجوع الى الزراعات الطبيعية لان اصبح لها اثر كبير جدا في تقويت الجهاز المناعي النهاردة عندنا تطورات كتير للنظام بالخراطيم بنقدر نحافظ على كمية المياه النقطة الثانية اوصل للنبات القيمة الغذائية اللي هو عايزها في اقرب وقت واصرع وقت الحاجة الثانية اننا اقدر اكافح بعض الامراض الفطرية الموجودة في التربة الفرق ما بين الاراضي العديمة والاراضي الجديدة النهاردة بدأنا نستخدم الاشياء التي لا تؤدي الى تدمير التربة عكس الاراضي العديمة طبعا كان فيه استخدامات سيئة ان الاسمدة التي لم تحفظ لمدة كبيرة حتى يتم القضاء على الفطريات والنماتودة مع العلم ان احنا عندنا معروف من نماتودة ممكن صنفة او اثنين او ثلاثة لكن احنا بنقول ده فيه ستة وتلاتين الف نوع من نماتودة مما ادى الى تدمير الاراضي القديمة في الوادي فانتخلنا الى جو نظيف تسميد جيد يؤدي الى محصول اقوى نظيف حاجات ارجانك تؤدي الى تقوية الجهاز المناع عند الانسان وحنشوف برضو معانا ومعاكم لقاء مع المهندس محمد وهو يعني انا شايف ان هو شاب صغير عايزين حركة تقول لنا يعني تجربتك مع الصحرة ومع الزراعة في الاماكن الصحراوية اكيد كان قدامك فرص عمل جوه المدينة ان حركة تشتغل في مكان في مكتب وفي مكان مكايف وتبقى موظف في مكان اكيد تجربتك جوه الصحرة والصصاح ارض زراعية وجودك في البيئة الطبيعية دي اكيد فدتك فعايزين حركة تنقلنا تجربتك دي وتقول بيها للمشاهدين والشباب اللي منصرنا حضرتك التجربة دي فدتك بايه وايه رؤيتك لها مستقبلية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا بنشكر البرنامج وبنشكر كل القائمين عليه انا طبعا في البداية والموضوع طبعا ببقى محتاج طموح في البداية وارادة انا طبعا في البداية كان حلمي ان انا اكون عند ارض او ان اكون مثلا مزارع او ان انا في البلدي مثلا باي حاجة فطبعا كان المتاح بالنسبالي ان انا مثلا او امكانياتي تسمح بان انا اكون مثلا في مكان زي ده ده اللي مثلا نقدر مثلا نوفر عليه المساحة اللي انا تقدر من خلالها ان انا مثلا نفتح بيتي او ان انا مثلا نشغل مثلا في حادي كمان مثلا او تكون مستقبل اولادي او كده طبعا من خلال طبعا الاعلام وكده فعرفت المكان وطبعا الامكانيات كلها متوفرة هنا الدولة طبعا بتسمح لي كمان بيننا مثلا داخل الاستثمار الزراعي بيننا مثلا بانشاء عنابر لانتاج الداجيني او الانتاج الحيواني كله طبعا ده مسموح به الدولة يعني فيه تسهيلات كبيرة خالص منها بتدعمني مثلا بكل حاجة الاسفل تقدام الارض بتبعد من الارض ما كاملش مئة متر المدن العمرانية قريبة جدا مني طبعا كل دي طبعا تسهيلات علي الارض طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر عموما بالزراعة يعني حتى سيدنا موسى لما ربنا ارسله لكومه وانزل عليهم طعام من اهل الجنة فقان ردهم عليه انهم قالوا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك ينبط لنا يخرج لنا مما تنبط الارض من بقلها وفومها وعدسها وكثائها فطبعا كانت الاجابة من ربنا سبحانه وتعالى بلسان رسوله قال لهم اهبطوا مصر تمام فإنا لكم فيها ما سألتم فهي طبعا البلد دي ربنا يعني جعلها سبب في كده طبعا اهبطوا مصر مش المراد بالآية ان انتوا هتلاقوا مثلا مخازن فيها عادس وبصل وفول وكده لأ هتلاقوا الارض هتلاقوا المية هتلاقوا الحار هتلاقوا البارد هتلاقوا عوامل النجاح كلها للزراعة هتلاقوها متوفرة تمام فهو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظ البلد ويحفظ مصر واهلها ودي طبعا يعني فرصة ان انا نوجه الكلام ده كلته لكل الشباب اللي هو عاز يستثمر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيدعم كمان الزراعة الناس طبعا للأرض هتخلص ولا المية هتخلص ولا الناس هتبطل آكر ولا الناس هتبطل شرب ولكن هو الموضوع يعني محتاج لأمرين تمام اول حية التوكل على الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني انتم تزرعونها ام نحن الزارعون ربنا سبحانه وتعالى يعني انت بتزرع البذرة وبتتوكل على الله ثانيا الاخذ بالاسباب انت يعني لابد برضو ان انت برضو يكون عليك عامل كبير في كده ان انت مثلا الشجرة انت بقى بتوليها بقى مثلا من حيث الراي من حيث التسميد من حيث المكافحة الاعمال اللي هي المحتاجها الزراعة انت بتوفرها لها تمام ولكن يعني انا برضو عشان ما نطولش على حضرتك يعني هو الموضوع سهل خالص وبسيط وكل حاجة متوفرة ودي يعتبر من انجح المشاريع حاليا واللي انا اخترته من بداية حياتي اللي انا يعني اكون مزارع يكون مثلا عند ارض وده اللي انا بيعلمه الكل مثلا مع اخواتي وحبيبي وكده وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يجعلنا يعني سبب فان احنا برضو يعني نوصل الكلام دوت لكل الشباب المزارع كلها مفتوحة ومحتاجة عملها وما بتخلص الشغل ما بيخلص ولا الارض بتخلص وكل حاجة ان شاء الله بيرادة ربنا وفي الاخر بنشكر البرنامج وكل القائمين عليه على كده وشكرا والسلام عليكم